اشتركوا في القناة ايه تفضل يا ست نصي بقى انا عايزك تشراب الشاي ده على مهنر خالص كده وتقولي لي ايه الموضوع اللي جابك بادري كده بابا انت لازم تشيل معايا انا تعبت وانا يا حبيبتي مش معترض اشيل معاك وما يجب اسر عنده مشاكل كتير وانا خلاص ما بقيتش قادرة حلها لوحدي مشاكل مشاكل ايه كفى الله الشرح اخرها ضيعش كاد بتنين مليون جنيه من مكتبه وازاي الشيكات يضعه؟ مش مهم ضعه ازاي المهم دلوقتي هو قدامه حاجة من الاتنين يتشطب من النقابة ويخش السجن يا اما يرجع المبلغ لصاحب الشيكات يا اما يلاقي الشيكات ويكلم للهول اللي عليه كلام ده وصل لطريق مسدود انا وهو قدرنا نجمع 800 ألف وده اخرنا انا كمان معايا حوالي 20 ألف جنيه انا عارف طبعا انهم مبلغ بسيط بس او انه وايا تسند الزير للأسف مش هيسنده مان هنعمل ايه طيب؟ أسر كان خاطب بنت جايب لها شابكة بنص مليون جنيه لو الشابكة دي موجودة هتقرب السك وده اللي انا جايلك عشان وهي الشابكة دي ما عايشة؟ كويس ان انت عارف ايو عارف طب هو أسر ليه ما طلبهاش منه؟ مش هيقدر يطلبها منه عشان ما يزعلهاش عشان كده انا عايزك تاخد منها الشابكة دي باي طريقة وايه ما فيش غير طريقة واحدة انا نطلبها منها عادي كده واحكي لها الحكاية عشق دي بنت مستهلة ومش ممكن تفرض في الشابكة بالمبلغ ده انا عارفة عارفة انه وراه حواديد كتير قوي ويا ما طلبت انه يبعد عنها بس هو زي الاطفال بيعند ومش عارف مصلحته فين طب بس انت يسيبين اجرب ونشوفها نفسنا غايت فين منا مالك صباح الخير صباح النور يا حبيبتي ايوه يا عمه ايوه ايوه اعيب يا بنتي انا نظرتي واتخيبش افد الطقم طالع مظبوطة قوي عليك بجد يا مالك مش عارفة اقولك ايه انا كل ما بوص في المراية بحس بي مش عارفة نفسي انت تقوليش كده بقولك ايه طالما كده بقت تعلي معي انا عندي طقم تاني اعزكي فيك لا 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 ما عليش سامحيني مش هقدر اتأخر على الشغل بجد مش هاخرك دول خمس دايق بس ولا رجعنا لكسوف تاني لا 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 بس يعني ان كده كتير قوي وبعدين انا كفية الحاجات اللي خدتها بلاش هابل انا عايزكي تبقى الشيك محمية في مصر يلا بقى بلاش بواخر يلا تعالي بصي ايه ده رأيك معقولة بس لا ده شكله غالي قوي ما يغلاش عليك يا روحي يلا خدشي استيف الحمي ما عايز شوفه عليك لا مالك انت كده هتحكمي على بيت لفسي بالأعدام وانا خايف هتعود على المستوى ده ولا ايهمك يا ستي جلابي كله تحت عامري خد يلا اوكا يلا هقولها ايه مالك مترددة ايه اصلا انا صراح جوا يسرع سراع يا اوفر اصلا انا عايز اشوفهم علي وفي نفس الوقت بقول يعني خايف اتأخر وكده فا على فكر انت اللي بتضيع وقت دلوقتي كان زبانك دخلت يستيو ايه ايه صح صح طيب وكي يلا ادخل استاذة ليلة انا قصريت اجي بنفسي عشان اتكلم معاك اهلا فوزي بيه معقولة اول مرة تدخل لمكتبي تب اخر مرة هو ده لنا جاي عشان اتكلمك فيه تفضلي انا عايز اعرف انت ليه مصرة على الاستقالة الاستقالة يا فندم هتعفيني وتعفي حضرتك من الحرك انا جاي النهاردة انهي مشواري في الشركة دي بمنتهى الاحترام زي ما كنت طور عمر ايوا بس اللي حصل ده انت فعلا ملكيش يدي فيه والناس كلها عارفة كده بس تغلط وشغلي في الشركة مش هيخليني يقدم اي حاجة لان ممكن اكون محل شك دي حكا منطلداريش بعد العمر ده كل بس ده انا ثقتي فيك يزادت بعد اللي حصل جايز من باب التعاطف لكن بعد شوية التعاطف هيقل تصدقني انا عملت الصحة مادام دي رابعتك ربنا يوفقك بس فيه كلمة اخيرة عايز اقولها بحضرتك انا اتشرفت بالعمل معاك ويا ريت ما تحرمينيش من اتصال من وقتك التاني انا اللي اتشرفت بالشغل مع سيادتك وفي الشركة هنا ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه ده ايه ده ايه انا كده ممكن يبودوا علي بطولة انت حال شخصية من الشخصيتي بجد حلو عليك يا منا هو حلو بس انا مش عادر اخده نعم احركة ميكروبوس ازاي بي ده؟ لا كده كتير بقت يا عزي نجيبلك عربية كمان ولا ايه؟ لا مش عازدي يعني بس من غير بازباسة الطعمة ده هتروحي بالنهاردة الشغل ولو على موضوع المواصلات ده ما تاخدي تاكسي يعني ما جاتش من يوم ولا الاستاذ بتاعك ما بيقبطكيش انتي طيبة قوي يا ملك ساعات بحسك زي الملايكة بجد مش قوي كده يا ملونة وبعدين هم اللي اخوات المفروض يعملوا مع بعض كده ولا انتي اش بتاعتبري من احنا اخوان طبعا انتي عارف يا ملك ساعات بحس ان لو كان ليه اخته مكيتش هتبقى قطيب منك مع ايه يلا خلينا نرغي بقى وننسى التأخير والشغل ها اه صح صح الشغل طيب روسيا ولك على ايه يا حبيبتي طب واللبسي يعني اللي انا كنت جاية بيه ما تخفيش منش اخده تاني اكيد هرجعولك مع داد يلا اه طب متشكرة قوي بجد باي باي معلك باي حبيبتي وعلى رأيي المثلة باشا اللي مالوش كبير يشتريه له كبير وانا جاي اكبرك قبل ما اعمل اي حاجة اصلا مواخزة يعني دولار بعمل يوم جنيه مش هسيبهم يطروا مني مع العصفير وبعدين ولا قبلين يا باشا انا جتلك وانت بقى تحلها بمعرفتك بدل ما اعملها مع عاشي اعملها اعملها مش فاهمة قصدك يا باشا انت مش جاي تقولي بدل ما اعملها معايش انا بقولك اعملها اللي تقدر عليه اعملها هي مش بنتك اتايها ونفسك تتطمن عليها طب ايه مش خايف عليها لا مش خايف واقولك على حاجة كمان انت نصاب وجاي تشتغلني بحدودة بايشا وممكن نبالك البوليس دلوقتي عنك حالا واقول انك جاي تبتزين طب ليه كده باشا ده انا كنت جاي وعش ماك فيك ترديلي حق عاشي ماك مش في محله يعني ايه قلبك مش وكلك على بنتك اتايها وعايشت اتطمن عليها مش عايز اتطمن عليها طب انا عارف مكان عليش وقتك خلص معايا مع السلامة واستاذ عيسر طب انا استاذن انا باشا بقى عشان عندي معايا عايزني ازاي اتعامل معاك عادي بالبساطة دي دي اختي يا مازن ايه ما عنديش دم انا لو مليش خير في اختي مش هيبقى ليه خير فيك احنا لما نتعامل مع بعض عادي يا دعائي بقى انت ملكيش خير في اختك انت ايه ما اغيك دي وقتني يا سيدي مش انا هجبتلك اللي انت طلبتيه خلاص بقى اخصى عليك يا مازن انت متخانة ممكن اكون جيت معاك هنا عشان خطر الهداء اللي انت جبتهالي انا رجعتلك عشان بحبك ومقدرش هستغل عنه يا حبيبتي ما انت كمان عارفة قدي انا بحبك لو بتحبني بكد بقى نمشي من هنا نمشي نروح فينا يا دعائي ناخد ايه فلنا تعني ناخد ايه فلنا تعني نعيش له وحدنا مانا جرب اباك وممتك عشان خطر يا مازن انا خلاص مبقيتش قدر ابوصف وش بممتك تاني بعد اللي عملته مع اختي انت تقدر تتعامل معايا لو انا عملت كده في ملك اختك لأ طبعا دعائي انت عارفة كويس ان ماما ما قصدتش اللي حصل تقصد او ما تقصدش المهم النتيجة في الاخر لولة في هن دلوقتي بيته وسط مين طيب يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله اول ما يبقى معنا فلوس هنشوف موضوع البيت ممكن بقى الغاية ما دايحصل نستحمل شوية ونعرف نتعامل هنا خلاص على الاقل بقى تجيبلي قوضة فيها حمام مالما ينفعش كل مطلع اروح الحمام الاقي مامتك في وشي مش عارفة تعامل حمام ايه يا دعائي مفيش غير قوضة بابا وماما وملك اللي فيهم حمام انا اعمل ايه بقى اكيد مش هقولك قوضة مامتك بس ممكن قوضة ملك اتي مجنونة دعائي اذا انا اخرج اختي من قوضتها عشان انا اقعد فيها اكيد يعني ملك مش هترفضلك طلب زي ده مش عارف مالك مرتبطة او قوضتها صعبة او يا دعائي دي تضحيس غيرها هتعملها عشان خاطر اخوها الله انت عجبان نجيني معاك يعني احنا بحدة موضبنا القوضة هنسيبها ونمشي انت مش عايز سيب القوضة ولا خايف تفاتح ملك في الموضوع ده او مكسوف منها لا يا شيخ ما انت عارفة اللي انا مبخافش والماخير راحة مني اساسا خلاص يا سعيدي سيبيلي الموضوع ده انا هتصرف ميزي قولك يا دعائي بما ان احنا نويني يسيب القوضة يعني مش حابة يعني بديها فرصة اخيرة او محبك قوي ماذا دخان تقيل اسود مالي المكتب كله وعمالي يخش من تحت عقب الباب ومن الشباك وقسر يا حبيبي عمالي يتكلم وياتحك مش حاسس بيه وانا شايفة الدخان بس مش قادر اقوله لغاية ما الدخان مالي المكتب كله ما بقيتش شايفة قسر انا صحيت مرعوبة وحلم غريب فعلا ولو ان انا يعني ماليش في تفسير الاحلام بس الحلم ده بيدول انك حاسس ان ااثر في مشكلة هو ااثر عنده مشكلة؟ مالو ااثر يا عم صبري ااثر تسرق من مكتبه شيكات باثنين مليون جنيه يا نهر اسود انا من ساعة ما شفت الحلم ده وانا قلبي مقبوط طب ازاي شيكات بالمبلغ ده تتسرق من عنده مين اللي ممكن يكون عمل فيه كده؟ شده المهم المهم ان ااثر لازم يسادد قيمة الشيكات دي لصاحب الشيكات انت بايسين عمر ما حاجة زي دي حصلت اي حصلت هنعمل ايه؟ طب هو هيسادد المبلغ ده كله ازاي؟ مفيش غير ان انا ندبر المبلغ ده وإلا حياته حتتدمر ومستقبله حيضية عشان كده اجيتلك عشان توقفي كامبو تساعدين ايش؟ هو قاسر كان جابلك شابكة بمبلغ كبير مش كده؟ اه؟ دي تعملها تقريبا من نص مليون جنيه؟ لو انت بتحبيه بجد بلازم توقفي كامبو انت عارف الظروف انت ممكن تديلك شابكة دي؟ اه طبعا ياريتني جبتها معي صباح الخير صباح النور يا مانة بتقعدك ده ليه؟ اه حضرتك خدت مني المفاتيح فقط ومستلين المكتب يفتح يانا ايوه انا عارف ان انا خدت منك المفاتيح بس العادة شكلها مش حلو انا انا اسفة حضرتك مش عامل كذا تيه اسفة دي بقى هتعمل لي ايه في المشاكل اللي انت حطتني فيها؟ اسفة دي تقوليها لما تدوس على رجلي بالغلط لما تتأخري على المكتب مش لما تضيع شكات بثنين مليون جنيه والله ما ضيعت حاجة والله انا منا ما هو انت ضيعتيهم يا انا ضيعتهم خلاص يا استاذ قسر انا مش عارف اقول لحضرتك ايه؟ بصراحة ما تقوليش اي حاجة لان اي حاجة هتقوليها هتستفزني يعني حضرتك متخيل ان انا مثلا اخدتهم؟ اعارف انك ما اخدتهمش لان لو شاكك واحد في المية كان زمان يمبلغ عنك بس اعارف برضو ان ده اهمال وان البساطة اللي انا اتعملت معاك بيها خلاك تفكري انك اكبر من امكانياتك استاذ قسر انا ممكن اعمشي على فكرة يا السلام بتبشي كده والموضوع يبقى خلص خلاص؟ انت هتعودي لغاية ما نشوف الموضوع هيوصل لفين؟ ايو ابا والله لسه دخل المكتب حالا اهو حاضر بس افتلسك اوب عندك وانا مستنيك حبيبي يلا مع السلام انا خايفة نكون غلطنا ان احنا كلمنا بالعكس انتي كنت صح المنطقة هنا مش امان قوي والصح ان يروح معاك وانتي بتجيبيها بس انا خايفة يتكسف ومايردش ياخد مني الشبكة يتكسف من ايه ده مستقبله كله قسم نفسه عزيزة قوي انا عارفاه لا سيبي قسر ده علي انا بس بصراحة بقى انا مكنتش متخيل انك هترجع الشبكة بالسهولة دي واضح ان فريدة بنتي كانت ظلمك دكتورة فريدة مش عارفة اللي بني وبيني اللي بني وبين اثر اكبر من الفلوس بكتير اه سامحني يا عم صبري هي متعرفش يعني ايها الدرقة دي بتحبيها اش في الموضوع ده هي مش حكاية حبه بس الشبكة دي بتاعي تأثر اصلا وانا مكنتش عايز اخدها هو اللي صمم انها تفضل معاي ده ان حتى ملبستاش من يوميه اه ما عنديكش فكرة انا فرحة بيك يعديه بيت يا بولبول كنت فين يا بيت الغاية دلوقتي هكون فين يعني في درينبارك كنت عند اسبوع وإيه اللي خلكت غيبي عنده الغاية دلوقتي البيت الشاطرة تخلص شغلها وتنزل جارية على بيتها الواحدة مترتاحش غرف سريرة يعني ايه غفلت وتعب حل على ايه اعمل ايه يعني؟ يا بيت تفهمي بياتك ونومك عند الزبون يخليك تتقفشي اسمعي كلامي يا بولبولة يا بيت اللي تروحي في داهية اه ماشي يا اختي عاوزي حاجة تاني؟ اه يا عين امك فين يا بيت الفلوس الخطيئة من الزبون اهي يا اختي تفسحي بقى عشان عاوز اناه نوم العافية يا حبيبتي يا لهوي عزة عزة انت يا بيت تردي بيت يا عزة يا خليب بياتك يا لهوي ابو عزة يا ابو عزة السلام عليكم وعليكم السلام الانسة منا ايه انا يفند والمتر قسر مش موجود؟ اه الحقيقة هو مش موجود بس انا موجودة ممكن اخد حالتك تفاصيل اي قدية؟ عموما انا مش جاية عشانا انا جاية عشانك انتي انا؟ ده انت صغيرة قوي بس واضح ان الجلدة عارف سكته بدري بدري الحقيقة انا مش فهمة حالتك تقصد ايه؟ انا الحاجة محمود اهلا وسهلا بحضرتك انا عجيب من ادماغك قوي حد غيرك كان قال ان اتقابل في حتة مدارية بس هو والصح كده الواحد يستخبى جوه الاسم حضرتك انا مش فهمة تقصد ايه؟ ممكن توضح اكتر من فضلك؟ اهوضح لك قادي النص مليون جنيه في اكتر من كده توضيح؟ حلوة اوي 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 ده الموضوع طلع صح بقى فيه ايه؟ اوه عابدت اسمع صوتك تعمى؟ ازاك حاج محمود؟ لا 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 ده كمين ومتدبر بقى يا حاج ولا ايه؟ كمين يا حرامية يا نور اتا فكير نتغفى يا محمود؟ عايز تستغفلنا انت والمتر النصاب بتاعك ده؟ لا ده انا كتفكم من رجليك وقديكنتو الاثنين ووف بوكسو عالاسم على طول فين الشيكات يا محمود؟ عيب الكلام ده يا حاج صالح انا مليش في الشمال وعلينا كنت هاخد منها الشيكات وكنت هدفعلك تدفعلي؟ ازاكان انت مش عايز تدفعلي والشيكات معايا هتدفعلي والشيكات معاك والله والله كنت هدفعلك بس علم اهل شوية فين الشيكات هابدت انت؟ والله العظيم معرف عنهم حاجة كده؟ خش شوفوا شكاتة يا حاج؟ حلو هاوي هم دلو متعرفيش عنهم حاجة؟ ده انت يوم كس وده انت والمتر بتاعك يعني ايه الكلام ده؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما تقولي الاول؟ انت زعلام من عم صابري انه قال لي ان عندك مشكلة؟ لو مكناش انا هو انت ساعدك مين هيساعدك يعني؟ يعيش الشابكة دي بتاعتك انا هعرف حل مشاكل بنفسي منين يا ابني؟ ماي فريدة علالي على كل حاجة؟ ايسر انت هتاخد الشابكة يعني هتاخد الشابكة انتو اللي اتنين حزبينها غلط حتى لو اخدت الشابكة وبيعتها تمانها مش هيجيب الفلوس اللي مفروض تدفع المبلغ اللي جامعته انت وفريدة زي التمن الشابكة ممكن يسكيته الراجل خصوصا انه مكانش هيطول الفلوس دي الباقي باقي باقي قصته عليه انا كلمت واحد صعبي في البنك عشان يديني قرد بضمان الشقة والمكتب خلاص هو ماشي في الإجراءات اثر انت ليه مش عايز انت ساعدك؟ انت مش فيهم لقى مساعدتين يقفت جنبي؟ ليه مش عايز تدين فرصة دي؟ يعيش الشابكة دي هدية مني ليكي انا مش هينفع اخدها الكلام انتها خلاص شاهد يا عم صبري شاهد مش عايز انت ساعده انا رايح اجيب الشابكة يا اثر وهتاخدها يعني هتاخدها عشق ملاش حد في الدنيا يعني الشابكة وجودها معاها هيطمنها انا مينفعش اخدها خلاص لما تخلص الازمة اللي انت فيها دي ايه بقى هتلاها غيرها يا اخي انما دلوقتي سيبها تساعدك ياريت ما تعملنش ان انا طفل صغير وتعمل حاجات من وراي ملاش بقى طريقة فريدة دي؟ والله ما قصدي انا خايف عليك زي ما عشي وفريدة خايفين عليك بس كل واحد فينا بيخاف عليك بطريقة طريقة ايه منا ايه؟ طب ايه دي ايه دي انا جاي ديك سلام في ايه يا ابني واشا اكتالك دي ايه في حاجة؟ الراجل صعب الشركات جي المكتب وبيتخاني مع مني انا لازم امشي حالك انا هجيب الشاكت وحصلك صارحني يا دكتور البيت عزة هتعيش هتعيش يا بنتي وتبقى زي الفل هي بس الحبوب اللي خدتها عملت لها تهتب في جدار المعد بس هتبقى كويس يعني هي بطناها بازت مش هتشتغل تاني؟ احنا هنعمل لها عمليك كي حالا دلوقتي نوقف في النزيف بس انت قال ما حاجة تروحي لحسابات تدفعي 3.000 جنيه طب بص حضرتك انا دول كلين معاي استني بس يا بنتي انت بتعملي انا ما باخدش فلوس يا بنا انا ما عرفش حد غيرك هنا حريك خدهم مصرف المهم عزة بتبقى كويسة عزة هتبقى كويسة وزي الفل بس انت المهمة دلوقتي تروحي تجمعي الفلوس دي عشان تدفعيها لانك لو ما دفعتاش هيبقى فيه مشكلة جميلة لا لا انا اجيبهم من تحت تعطيل الارض على عيني حاض طيب اول ما تجيبيه منزل الدور الاولاني تدفعي الفلوس وتجيبي ايصال فاهمة؟ اه فاهمة ماشا ماشا عزة عزة ماتي يا عزة ماتخفيش يا بات ماتخفيش هتبقى كويسة انا هروح اصلاف الفلوس واجيني ماتي يا عزة شد حيب خلي بالك منها والنامي يا بي والنامي خلي بالكم منها ماتي انا هجيب الفلوس وحاجة ما تخفيش مش هسيبك يا عزة مش هسيبك مرحة عليها مرحة عليها والنامي يا رب استرها معنا يا رب استرها معنا يا رب لا لا مش هدخل مش هدخل استرها معنا يا رب فيها استرصال واضي كمان شيخ المنصر واصل اواضي اخوة جنبل بيت بتاعتك ماي صحش كده اصلاح بيه انت بتسامم علي انا ولا ايه بقى تبعني العدوي وعايزنا تططب عليك اواضي واضح ان فيه سوق تفاهم فيها مني اه اخوي اسأل مني اسأل ولا اقولك اسألها لك انا الشيكات بتاعت اللي انت قلت انها ضوعت مش طلعناها من شنطتك او بس والله العزيم ما اعرف اللي جابهم في الشنطة ما اتصلتش بالحاج محمود وتربت منه نصف مليون جيليه والله العزيم ما حصل حصل امان انا هده ليه اخسم بالله انا معرفش اي حاجة عن الحكاية دي انا يا منا انا تعملي بعاني كده برا برا استعدى عندك دي لازم تروح السجن وانت معها وفي كلبش واحد ده انت اللي بترسم وتخطط وهي اللي بتنفس ما تصلوا على النبي يا اخوان نمار علي الصلاة والسلام علي الصلاة والسلام فيه يا حج ده على رأيي المثل اذا كان اللي بتكلم قبل يكون المستمعاء يعني حيبقى هو اللي بيخطط ويسيب عجلة زي ديه اللي تخلص با كان خلص هو مستخبي وراه مش عايز يطرتش نفسه طيب لما هو مش عايز يطرتش ايه اللي جابه لغاية هنا وجايبني وراه الحج كلامه عين العقل انا مبقاش فيه عقل اسمع اي كلام يا اخواننا انتو عايزين تحلوا ولا عايزين تعقادوا عايزين نحلوا والمطلوب مني يعني اعملوا خلص يبقى نحل بقى وكل المصالح تمشي ومين عارف يا حج مش يمكن ربنا اعمل الحكاية دي عشان حقك يرجع لك اسمع الاول واذا عجبني الكلام اشتري ما عجبنيش الاسم بقى هو اللي يحل قبل اي كلام البنت دي لازم تطلع برا طب ايه اللي يضمان ان انت مش عايز تزواغها في ايه حاج ولا يعني هو حيمشي البيت ويلبسها هو خلاص سبوها دي غرفة دايه وجات الاسعاف شالتها ونزلت معا بولبولة طي عبدت يا ولية بتشوفوا كل دا بيحصل ودفتالي سكتة كنت عايز نعمل ايه يعني يا سبها تموت هنا وقبلنا مصيبة ايه تغربين عننا احسن امه حاسد امه حاسد ايه بيت البيت ماتيت بعض الشعر البيت في المشتشف الديني الفين جنيه بسرح الفان اه مانان يا رحمك امه حاسد امه حاسد الديني الفين جنيه من فلوس اولهم الفلوس البتاعة ازل معاكم امه ما عيش كهاش دلوقت ان الاسع امه المشتشفه اترمي البيت بلا لو مدفعتش الفلوس لا ما تقلقيش انا هتصرف مع المشتشفه هتصرف تامي نيه درا يا بات مالك انت هتحاسبيني ولا ايه امه اقولك ايه انا سقولك هتلقي انا لو ما اخدتش الفلوس بس بقيت بس بس بكدا وتمسكيش هيسب كدا بس براحتك يا بولبولة وأموريني عايزة إيه؟ عايزة ألفين جنيه بس كده هتضرابيني عشان ألفين جنيه بس عناي تمسكي اتفضل يا صالح بيه النص مليون جنيه ده بتحق وبقية اتحقي مها مش معقول تضحك علي بالربع وتضيع علي التلات اربع والشركات بتاعت اللي باتنين مليون كده هتعور انا يا حاج إن الله مع صابرين يا اخوانا يا اخوانا واحدة واحدة دفتر شيكاتك معاك يا حاج محمود أيوة معايا بس مافيش بس ولا حاج انت هتكتب شيكين الشيك بسبعمائة وخمسين موافق بس عبر ست شهور ده اللي أقدر عليه انلي اتنين الشهر ده أنا صبرت عليك كتير قوي طب نقول كلمة الحق قولي حاج بصراحة انت من ساعة ما تكلمت وانت ما بتقولش غير الحق يا ربنا يخليك بص يا حاج محمود انت هتكتب الشيكين الشيك بتاريخ الشهر اللي جاي والشيك التاني بتاريخ الشهر اللي بعده هو عشان نسجدك بكلمتين هتجي عليها ولا ايه حاج لا ده كتير قوي بقى وبطاعت اللي في كرشك مش كتير ايه الكلام ده مالوش اي لازمة يا اخوانا احنا كده بنولعها من الاول احنا عزين نحلها بهوات خلاص اتفضل هادي الشيكين الجدالة تمام وهادي الشيكين الجدالة اتفضلوا يا بهوات بتهيق لي كده كله مرضي الحمد لله الحمد لله بصراحة مترو ابوك ده راجل وارعم العق شكرين ايه حاج لا ابدا لا شكر على وجه موسيقى يا ايه 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 يا اختيواختة في وشك كده لا سلام ولا كلام تزعلان مني ايه 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 انت عملت حاجة تزعل اعليش ما تزعلش مني ده دمبني مش عايزة حات يدخل بيني وبين ايه ايه انا هطلع لعم صبري وبعد كده لينا قعد لا صبري نزل مع اسر احل تعالي عودي معي لحد ما يرد اعلي طب وهم خرجوا بقلم كتير لا يا حبيبتي دول بقلم يجي تقريبا كده مش ساعة ساعة اللاروح ساعة اللاروح ايه يا حبيبتي يا لهوي اللي في وشك ده مش مهم فينا عم صبري انا عاوز اهدره خرج تعالي عودي بس حادر 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 يا لهوي خرج راح فينا ده مستعجلة يا لهوي استرعى معنا يا رب استرعى معنا يا رب وانتي ايه اللي عمل فيك كده صاحبك يا اختي صاحبه مين هيسم؟ هيسم هو اللي عمل فيك كده هيوه طلبت مني فلوس عشان لبيت عزة في المشتشفى ام اديني فوشي اما راجل ماقص صحيح طب وهي عزة ملع سلامتك ما انا بقولك في المشتشفى بنلحا والموت على ألفين جنيه وانتي كنت جايل عم صبري عشان كده هيوه طب قم امي تعالي وديني عندها انا معايا فلوس هو النبي صحيح؟ ايه طب يلا يلا اكيد ما دورتيش في شنطتك كويس يا ماما الشكلات كت على وش الشنطة يعني في حد حتتهمني بإيده فيها يا باكي كنت سيب شنطتك مفتوحة واحد من زميلك سهكي وعملها فيك وانا يعني ما تلوم مني افضل باشي بالشنطة طول اليوم في المكتب احمد يا ربي ده واشكوري فضله انها جات لحد كده احنا قابلت عاملين زي اللي عايشين في بيت من الإزاز اقلت ووقتك شيف سترين بس انا زعنان عشان نوستاذ قاسر دلوقتي شايفني حرامية وخينة للأمان انت مش خلاص اتقطع عايشك من هناك؟ ما بحيش تفرق يفتكر زي ما يفتكر ولا انت ما عشي ما نفسك بحاجة تانية يا طبعا بس انا كنت حاسة انها فرصة كويسة ان انا اتعلم وكنت حاسة ان المستقبل يبتدى بطريقة صح؟ حبيبتي قضى اخافة من قضى المهم انه هو مبلغش عنك البوليس كان زمانك بتتبهدلي واحدة منتبهدل وراكي يا أمي طب انا ليه يا صرفية كل دا؟ يعني انا عمري مؤثرت في شغلي في حاجة انا بجد حاسة اني اتظلمت حبيبتي از انت اعرفين الدنيا دي ايمة على الظلم مع ناس ما غلطتش واتخدوا بجرائر غيرهم ويا ما ناس الدنيا قفلت في مشغل وبقاش قدامهم غلال غلط بس انا سعبان على نفسي يا أبي يا عبيطة السعبان هي باب من أبواب الناس اللي مش عايزة تعمل حاجة بني قدم الصح يتخبط ويقوم يكمل مشواره انت عايزة نتخبط وما قلش عاي الا اهم من قولة عاي انك تتعلم انك تغتبالك ما تتصرفيش على طبعتك يا بنتي الدنيا دي مليانة ناس وارهاش غير الازي انت بول اي حد يزيني وانا ما ازيتوش هيستفيد اي عني انت يا ما حتشوفي في الدنيا دي والمسل بيقول حرس ولا تخونش كيف هي وميغسل لي وشك ولازم تعرف ان يا ربنا اسمه العدل قادر ربنا يخد لك حقك من اللي عمل فيك كده وانتو ايه اللي مصبركو عن عيشة السودة دي؟ قلت الحيلة يا أختي احنا ولاية عملناش حد كل واحدة فينا سابب بيتها مفكرة انها بتقرب من العذاب بتعرفش ان العذاب مستنية اينا بولكي سيبك من الكلام الخيب اللي بتقولي ده انا لو ما كانكو اخلاص منو ويا روح ما بعدك روح يا دكتور انا دفعت الفريس والوصلة هو وهي بقت كويسة الحمدلله تطميني عمال ما خرجتش ليه نص ساعة في الافاقة وتخرج بسلامة ان شاء الله الحمدلله على سلامتها الله يسلمك يعافيك من كل رادش الله يخليلك عيلك ما تنظر فيهم عبدا نادر يا كريم مين؟ قلت ايه فيه؟ يا لهوي لهوي انت بتكلمي جات امار بحصر بقولك ايه مش عاجبك الكلام خلاص خليك يا عادة في الهم ده لغاية ما تلاقي نفسك زي عزة ومحدش لحقك سلام ليلى هانم ايه راتي واحد بره طالب يقابل حضرتك حد نعرفه؟ اول مرة اشوفه طيب حضر له حاجة يشربها وانا هشوف عايز ايه حاضر يا فندم فضالك بسم الله ما شاء الله صحيح العز بيعز صحابه يا فندم قصد ان حضرتك لسه زي الامر نعم اه قصد يعني ان وش حضرتك سمح والطيبة بتبز من عينيك حضرتك مين وعاوز ايه بالزبط انا هيسم اللبان الراجل اللي بنت حضرتك تحكت عليه وخدت شقع عمره ومشت انا هوقع في عرضك هستاني مترجعيني فلوسي اتفضل استراحك وفهمني الموضوع ملك اخذت منك فلوس ليه؟ لا مش ملك عيش هاش بنتي هاش انت شو بتاعه؟ انا هحكي لحضرتك على كل حاجة بس بشرط تضمنيني حقي بنت حضرتك بعيدت للعطبة الخضرة حضرتك بتهزر؟ يا ريتو كان هزار ده ندحك علي اسخم من اسمعين ياسين بنت حضرتك بعتني فيلا في شارع الهرم قالت انها بتاعتها وهو هبقت بربعة مليون جنيه العربون وثبتني كده ابوس رجلك هستاني مترجع فلوسي ده شق ابويا وهو انسى عيالي صار خير عايش اشتركوا في القناة